موسيقى مشاهدين وطبا صباحكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الأحد الثالث من نيسان من العام 2016 يوم جديد وطلالة صباحية جديدة فلسطينة الصباح معكم حتى العاشرة بالتوقيت المحلي محطات مختلفة الجو هذا اليوم ربيعي معتدل جواء لطيفة وتوقعات من الأرصاد الجوية الفلسطينية بارتفاعات متتالية حتى نهاية الأسبوع من محطتنا المنوعة نتوقف مع أبرز عنوين الصحف في قراءة سريعة وبعض الملاحق الخاصة هذا الصباح منها ما هو اقتصادي ومن المحطات المنوعة توقف مع اليوم الوطني لتضامن مع الأسراء المرضى رئيس هيئة شون الأسراء والمحراغي نيسا قراقع قال يوم أمس إن نحو ألف وسبعمائة أسير في سجون الاحتلال يعانون من الأمراض المختلفة طبعا اليوم الوطني لتضامن مع الأسراء المرضى صدفه يوم أمس وهو ذات اليوم الذي استشهد فيه الأسير الشهيد ميسر أبو حمدية في سجون الاحتلال نتيجة لإهمال الطبي من غزة نتوقف هذا الصباح ما توثيق لي الانتهاكات على الصعود المختلفة الانتهاكات الاحتلال ضد القطاع أو في قطاع غزة مخطط تهويدي لبناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة كما أشارت المصادر العبرية وأيضا وسائل الإعلام مختلفة حي كامل سيطلق عليه اسم جو بايدن يعني نائب الرئيس الأمريكي وتحدي أيضا للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية التي تطالب بوقف الاستيطان اليوم العالمي للتوعية بمرضى التوحد الذي صادف يوم أمس برز النشاطات الفعاليات لتوعية بأهمية رفع مستوى ثقافة المواطنين بهذا المرض رئيس محمود عباس أيضا يقلد المعلم جودة خليل وأيضا فداء زعتر هما كانوا من أفضل 50 معلم على مستوى العالم ضمن المسابقة الدولية التي فازت فيها حنان الحروب يقلدهم رتبة أوسام رتبة فارس دولة فلسطين نتوقف مع هذا الموضوع أيضا في فلسطين هذا الصباح ومعرض الفن التشكيلي أذار هي أتي منه شهرة الانتهى ونحن في نيسان ولكن يعني أذار أن نتوقف مع بعض النشاطات التي كانت في الجزء الأخير من الشهر الماضي ومن ضمنها هذا المعرض لألفن التشكيلي الذي جمع ست فنانين في هذا المجال من الداخل الفلسطيني هذه أبرز الموضوعات حتى العاشرة مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود مع قراءة سريعة لأبرز عنا بين الصحف تفضلوا بالبحراء معنا نعاركم سعيد إن شاء الله أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدن يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدن يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا يسعد صباحك يا بلدنا يا محلى شمسك يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا يحميك ويدين مع عزك ويدين خليك يا بلدنا الله يحميك ويدي معزك ويخليك نور الشمس يا نور عليك انت حلوة ما شاء الله عليك نور الشمس يا نور عليك انت حلوة ما شاء الله عليك اصبح عليك الكرية بلدنا يا زيئة البلدن يا بلدنا اصبح عليك الكرية بلدنا يا زيئة البلدن يا بلدنا موسيقى لم يكن من جديد الى ابرز ما تناولت هو صحفة صدر هذا صباح من عنوين نبدأ مع صحيفة القدس التي كتبت على اولاها اصابة طفل مقدسي بعيار مطاطي ومواجهات ودهم احياء اغراق قارب والادعاء باحباط عملية تهريب من مصر الى غزة ونصب حواجز عسكرية واعتقالات في التفاصيل وصيب الطفل مقدسي بجراح بالغة في رأسه جراء اعيار مطاطي من جنود الاحتلال خلال توجهه الى مدرسته في حي رأس العمود وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح واعتقاله ثم افرج عنه بشرط الحضور للتحقيق فور مغادرته المستشفى بينما وصلت قوات الاحتلال عملية اعتقال المواطنين ودهم مناطق في الضفة وفي قطاع غزة اطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه قوارب صيد في عرض بحر مدينة رفح ما ادى الى حرق قارب الكامل ادعت اسرائيل انها احبطت عملية تهريب بين مصر وغزة في القدس الطفل الذي اصيب وهناك دعوة لتوجهه للتحقيق هو حاتم ياسين ابو ميالة 13 عاما والجرح جرحا عميق وتمت اخططه بالغرزة الداخلية والخارجية في مستشفى هدسة عين كارم من ابرز العنوين ايضا هذا الصباح هالي مخيم جنين يستذكرون ايام المجزرة والصمود الاصطوري في معركة نيسان احياء للذكرى الرابعة 10 مناسق الامم المتحدة لشؤون الانسانية يدعو الى احترام حرية الحركة للفلسطينيين حيث دعا مناسق الامم المتحدة لشؤون الانسانية والمساعدة الانمائية في الاراضة الفلسطينية المحتلة روبرت بير دعا اسرائيل الى تمكين الفلسطينيين من التنقل بحرية دون قيود جاء ذلك في بين اصدره بمناسبة تنظيم مرتون فلسطين السنوي الاوقاف الاردنية تبدأ بتركيب 55 كاميرا في المسجد الاقصى قريبا 1272 اسرائيليا اقتحموا باحاته خلال اذار في التفاصيل حسب صحيفة القدس باشرت وزارة الاوقاف الاردنية العمل باعداد وتجهيز 55 قاعدة فنية ووصلات كهربائية مخصصة لتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الاقصى المبارك وهذا وفقا لوزير الاوقاف الاردني هايل داود القناة الاسرائيلية الثانية تنشر تفاصيل عملية قتل الشبين القصراوي والشريف حيث بثت القناة العبرية ثانية مساء امس الاول تقريرا تلفزيونيا يوضح دقيقة بدقيقة عملية تصفية الشبين رمزي القصراوي وعبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم السبت الماضي المحلل الخاص بالقناة الاسرائيلية روني دانييل عدت تقرير من المنطقة التي حدثت فيها عملية اعدام الشبين التي احدثت ضجيجا كبيرا في اسرائيل خاصة بعد اتقال الجندي الذي اطلق النار بشكل متعمد باتجاه الشاب الشريف وهو ملقا على الارض بحسب ادعاء القناة في تقرير الذي بثته كما اشرنا فان الشبين وصل الى منطقة تلرميدا بالخليل وحاول احدهما طعن قائد فصيل وحاول الآخر طعن جندي لكنه تم اطلاق النار باتجاههما فقتل القصراوي على الفور واصيب الشريف وبقي ملقا مكانا صحيفة الگاردين البريطانية تقول ديمقراطية اسرائيل الى الحضيد هذا مقال نشرته صحيفة الگاردين البريطانية يوم امس حول التشريعات الاسرائيلية الجديدة بهدف اسكات صوت النواب العرب بالكنيسة ووصفته بانه انكماش لديمقراطية في اسرائيل صحيفة معارف الالكترونية العبرية اسرائيل في مواجهة جيش فلسطيني لا يقهر وواشنطن تدمير اسرائيل منازل الفلسطينيين يثيروا شكوكا حول التزامها بحل الدولتين هذا المتحدث باسم وزارة الخارجة الامريكية أو المتحدثة قالت يوم امس ان الولايات المتحدة قارقة من هدم اسرائيل مباني الفلسطينيين في القدسة الشرقية والضفة الغربية اضافت ان ذلك يثيروا شكوكا بشأن التزام اسرائيل بالتوصل لحل الصراع الفلسطيني يقوم على اساس الدولتين هذه ابرز العنوين التي جاءت على اولى القدس الى اولى الايام هذا الصباح الموضوع الشام الميداني من غزة البحرية الاسرائيلية تغرق مركب صيد واصابة شابين برصاص اسرائيلي شرق رفح امريكا تنتقد سياسة هدم المنازل في الضفة والقدس الاردن بدء تجهيز قواعد لتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الاقصى المبارك اصابة طفل مقدسي بجراح بالغة في رأسه جرى اعيار مطاطي اشرنا ايضا مساحة القدس الى اصابة هذا الطفل حاتم يسين ابو ميالة 13 عاما حملة اسرائيلية تطالب بسحب جائزة افضل معلمة من حنان الحروب لكون زوجها مناضلا فلسطينيا في التفاصيل بدأ دوائر ولبيات مؤيدة لاسرائيل حملة تهدف للاساء الى حاملة لقب افضل مدرس في العالم الفلسطينية حنان الحروب لتشكيك في فوزها وجدارتها بالجائزة بعد زعمها تورط زوجها في عمليات عسكرية ضد اسرائيل في العام ثمانين اي قبل 36 سنة تنلقلت صحف ومواقع اسرائيلية ويهودية واخرى مؤيدة لاسرائيل منذ يوم الجمعة خبر تورط المعلمة الفلسطينية في دعم العمل العسكري ضد الاسرائيليين قالت صحيفة عبرية ان مؤسسة باركي التي ترعى الجائزة الدولية الشهيرة والتي اسندت الى الحروب اخيرا في دبي رفضت بشكل حاسم وقاطع سحب الجائزة من المعلمة الفلسطينية رغم مشاركة زوجها عمر الحروب في العمل العسكري الفلسطيني وسجنه بتهمة المشاركة في قاتل ستة اسرائيليين في مدينة الخليل في العام ثمانين استجابة لطلب اللوبيات الإسرائيلية والموالية لإسرائيل في الخارج 1272 مستوطنا وعنصرا احتلاليا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي خلال شهر أذار وديرش بيغل المخابرات الألمانية تجسست على مكتب نتنياهو حيث كشفت مجلة ديرش بيغل الألمانية أمسا أفوان جهاز المخابرات الألمانية تجسست على مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو خلال السنوات الماضية من لبنان عودت التوتر إلى مخيم عين الحلوة بعد مقتل شخص من أبرز العنوين أيضا على أولى الأيام هذا الصباح الحية يقول اتفاق مع فتح دون حل واضح للخلافات واللقاءات في مصر كانت جادة من مصر من القاهرة تحديدا مقتل شخص وإصابة ضابطي شرطة في اشتباك مسلح ومقتل مجند وإصابة اثنين بانفجار في رفح واشنطن تنوي زيادة عدد جنودها من القوات الخاصة في سوريا وتركيا ستة قتلى من قوات الأمن في هجوم لحزب العمال الكردستاني هذه أبرز العنوين بالإضافة إلى أن الرئيس محمود عباس يستقبل وفد أبناء الطائفة الدرزية مرحبا بهم وقال إن أنتم في مكانكم تشكلون رسل سلام ونحن نريدكم رسل سلام بين الدولة التي تنتمون إليها وبين القوم الذين تنتمون إليهم لذلك هناك أمور كثيرة نستطيع أن نفعلها معا للوصول إلى السلام المنشود من قبل الجميع وأيضا الرئيس محمود عباس يشيد بالخطوة لبناني يقترح نقل الطفل الدوابشة إلى بيروت لمتابعة تلقي العلاج حيث أعرب رئيس محمود عباس عن شكره وتقديره للحكومة اللبنانية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية والتي كان آخرها إعلان وزير الصحة لبناني وائل أبو فاعور استعداد لبنان لمتابعة علاج الطفل أحمد دوابشة على حساب الحكومة اللبنانية هذه أبرز العنوين على أولى الأيام إلى الحياة الجديدة هذا الصباح الرئيس محمود عباس هناك من لا يريد السلام ويؤجج الحرب هنا وهناك استقبل عددا من الوفود وشارك شكر الحكومة اللبنانية على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وعز سلام بوفاة والدته فلسطين تحتل المركز الأول في نسبة تعليم على مستوى الوطن العربي لأننا نؤمن بأن الإنسان هو أغلى ما نملك إصاب الطفل مقدسي بعيار مطاطي في رأسه جنود الاحتلال سرقوا 1800 شكل من مواطن على حاجز قرب الجنين عمدة باريس تؤكد موقف بلادها المناهض للإستيطان في رسالة رسمية وجهتها إلى عرقات وحيث أكدت رئيسة بلدة باريس أن إيدالغو على موقف بلادها المناهض للإستيطان ومعارضتها الشخصية له وموقف فرنسا الثابت من قضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحترام القانون الدولي وحل الدولتين جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها إيدالغو إلى أمينسر لجنة تنفيذية لمنظمة التحريص باريقات ردا على رسالة وجهها لها يطالب فيها بإلغاء قرار بلدية باريس إدانة حملات مقاطعة إسرائيل بشكل فوري وإدانة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين والمستوطنات غير الشرعية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وزارة الخارجية ترفض محاولات التشكيك في قرار تعيين لينك مقاررا خاصا لفلسطين طالب الدول العالم بدعم عمله والضغط على إسرائيل للامتثال إلى قواعد وأليات القانون الدولي تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوى وسقوط قتيل مصرع طفلة دهسا ببلدة تل مساء أمس وبحرية الاحتلال تغرق قاربا وتزعم أنها أحبطت عملية تهريب من مصر إلى غزة أخيرا الخارجي الأمريكي تعبر عن قلق واشنطن من تدمير إسرائيلي منازل فلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية هذه أبرز العنوين على أولى الحياة الجديدة من ملحق الحياة أو الحياة الاقتصادية في غزة أزمة نقص الغاز تضرب من جديد وتخمة المعروض تضغط على أسعار النفط وزير الاتصالات يقول خطوات لتحقيق السيدة الفلسطينية على الطيف الترددي إلى حياة وسوق ملحق الحياة الجديدة هذا الأسبوع وبعض الموضوعات الاقتصادية عمالة الأطفال ظاهرة تتوسع بشكل لم يسبق لها مثيل سماسرة يقومون بتوريد الأطفال للعمل في المستوطنات بظروف مزرية أرباب عمل يستغلون الأطفال في ساعات العمل الطويلة والتجارة المشبوهة أطفال عاملون يتعرضون لسوء المعاملة والتحرش اللفظي والجنسي وأرباب عمل يتعمدون تشغيل الأطفال بصفتهم أيدي عاملة رخيصة موضوع آخر أو في ذات الموضوع في عمالة الأطفال مئات الأطفال يعملون بالمستوطنات وآخرون يتعرضون لاستغلال أمني في إسرائيل مراقب وزارة العمل لا يتخذون الإجراء اللازم لشعورهم بين مزوجين بتأنيب ضمير إذا عملوا بالظروف الاقتصادية للطفل العامل مكافحة فعالة الفقر الحلول الأكثر نجاة لظاهرة عمالة الأطفال مع استمرار حضر تنوفا منتجات الألبان الفلسطينية في محطة الانتظار مائتين وأربعون طن من منتجات الألبان الإسرائيلية كانت تدخل يوميا إلى سوق الفلسطيني زيادة إنتاج مصانع الألبان الفلسطينية طلبوا استثمارا استراتيجيا بعيد المدى وزارة الاقتصاد تقول مصانع الألبان الفلسطينية قادرة على سد النقص المتوقع موضوع آخر هذا الصباح نصف مليون دجاجة في السوق الفلسطينية زائدة عن الحجاب مزارعون يتسألون لماذا سمحت وزارة الزراعة باستيراد 312 ألف صوص بياض من داخل إسرائيل البيض الأوكراني وحضر الاحتلال دخول البيض إلى إسرائيل يضروا مزارع الدواجن في طول كرم يسهلك المواطن الكرمي من البيض يوميا من 2500 إلى 3000 مقابل إنتاج يومي 10 ألاف كرتونة أعتقد هذه أبرز الموضوعات دير البلح مدينة صيادين 600 صياد يرمون الشباكهم في البحر يوميا وسلاحهم الصبر وأيضا شخصية العدد سائدة جدالة تنتصر على إعاقتها بالإرادة وتفوز بجائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع الاحتلال يمنع دخول الإسمنت لغزة وشلل في قطاع البناء تجار الذهب في قطاع غزة يفرحة ما تمت بعد منع الاحتلال يعني دخول الذهب إلى القطاع هذه ربما أبرز الموضوعات وبهذا نختم هذه الجولة السريعة مع أبرز العنوين للصحف القدس والأيام والحيال الجديدة وبعض الملاحق إلى فاصل قصير ونبدأ محطاتنا المنوعات تفضلوا بالمقائمة أبكي وصيح من الآلم أنا أبكي وصيح من الآلم ما حتنسي نحصاتي عايش وسجني ظلام ظلام مخلوق يا إمي كم سنة عدت ونفسي جني لا لمنزي كم سنة عدت ونفسي جني لا لمنزي كم ليلة مرة وانا يومي مثل أمسي يا إمي طال الأسر مدري متى موتى يا إمي يا إمي طال الأسر مدري متى موتى لا وطن لا أحباب لا أصحاب يا إمي أشدعي النار أنا أشدعي النار مليون مرة وانظفين همي كبير كبير همي من جديد مشاهدينا نرحب بكل الذي ننضم إلينا إلى فلسطين هذا الصباح اليوم الوطني لتضامن مع الأسرى المرضى الذي صدف يوم أمس وهو ذات الذكرى التي استشهد فيها الأسير ميسر أبو حمدية نتيجة الإهمال الطبي رئيس هيس جون الأسرى والمحرارين رينيس قراقع قال في تصريح صحفي يوم أمس إن 1700 أسير في سجون الاحتلال يعانون من المرض وبكل تأكيد يعانون من الإهمال الطبي مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه قضية الأسرى بشكل عام وهؤلاء الأسرى المرضى أيضا كما أشرنا في البداية نحو 100 أسير من أسرى الجهد الإسلامي والجبهة الشعبية يبدون اليوم ضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة للمتابعة في هذا الموضوع معنا سيدة مينشومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شون الأسرى صباح الخير أهلا ومرحبا بك صباح النور معنا إلى فلسطين هذا الصباح إذن نتحدث عن إهمال متعمد للأسرى وجاء اليوم ثاني عمليا من نيسان ليصلت الضوء على قضية الأسرى المرضى وهو ذات اليوم الذي استشهد فيه ميسر أبو حمدية كيف تقيمون الوضع ونحن كل يوم بدنا نسمع أخبار جديدة بخصوص الأسرى أيضا أريد التواصل مع المؤسسات الحقوقية التي تقوم بزيارة هؤلاء الأسرى والاطلاع على وضعهم عن كثب خصوصا المرضى منهم يعني بداية بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية في اليوم التضامني مع الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء ميسر أبو حمدية في هذا اليوم الوطني للتضامن مع هؤلاء الأسرى والذي صادف يوم أمس حيث أن أعداد الأسرى المرضى في تزايد مستمر داخل السجون الإسرائيلية والذين بلغوا أكثر من 1700 حالة داخل السجون الإسرائيلية والذين يعانون من إهمالا طبيا متعمدا مبرمجا ممنهجا من قبل إدارة مصلحة السجون التي تستخدم هذا الإهمال الطبي ضد الأسرى كعقاب جماعي ضد هؤلاء الأسرى العديد من هؤلاء الأسرى وتحديدا 82 حالة بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة هناك أكثر من 29 حالة مصابون بالسرطان وهناك 11 مقعدا ومشلولا في مشفى سجن الرمل العسكري وهناك العديد من الأسرى الذين فقدوا حواس السمع والبصر وبتر الساق كما هو الحال مع نهض الأكرع ومحمد أبراش وكذلك الأوضاع الصعبة لمنصور موكد ورياض العمور وخالد الشاويش وكذلك الأسرى المصابون بالسرطان معتصم رداد وإياس الرفاعي وبسام السائح حيث يعانون هؤلاء الأسرى من أوضاع صحية خطيرة داخل السجون الإسرائيلية هناك أهمال طبي بالفعل متعمد يمارس بحقهم والأسرى تجرى عليهم تجارب للأدوية الإسرائيلية وكذلك هناك أسرى أعطوا أبرا بالخطأ مما أدى إلى شلل العديد من هؤلاء الأسرى وكذلك العديد من الأسرى الذين حرروا بعد أن قضوا سنوات عمرهم داخل السجون الإسرائيلية فوجئنا بأنهم يحملون أمراض صعبة ومستعصية من داخل السجون الإسرائيل وارتقوا شهداء إلى العلا بعد أن أفرج عنهم داخل هذه السجون وأكبر مثال على ذلك الأسير محمد التاج ونعيم الشوامر والعديد من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية نحن توجهنا إلى كل المؤسسات الحقوقية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية كي تتحمل مسؤوليتها وكي تضع حدا لهذا الاستهتار الإسرائيلي بالأسير الفلسطيني وبإهماله الطبي المتعمد والمتواصل داخل السجون الإسرائيلي وهناك رفضا إسرائيليا لأي لجنة طبية محيدة تريد دخول إلى داخل السجون للإطلاع على أوضاع الأسرع ومعينة أحوالهم والإطلاع على تقاريرهم الطبية وطلبنا بأن يتم إدخال أطباء من فلسطين عام 48 للإطلاع على بعض الأوضاع الصعبة داخل السجون الإسرائيلية بعض الحالات بحاجة إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياتهم نعرف أنه في حالات مصابة بالسرطان كما أشرت في حالات بحاجة إلى إجراء عمليات في أسرى أيضا تم إطلاق رصاص عليهم وصابات بالغة بحاجة إلى تلقي علاج ومتابعة طبية كبيرة في هذا المجال نعم هناك أسيرات مصابات بالرصاص داخل السجون الإسرائيلي وبحاجة إلى متابعة وعددنا أكثر من سبع أسيرات فلسطينيات هناك أسرى أطفال تحت السن القانوني أيضا مصابون بالرصاص خلال الفترة الماضية وبعضهم أصيب بالشلل وأدخل في غيبوبة نتيجة هذا الإهمال الطبي المتعمد هناك تأخر نحن لاحظنا الشريط الذي تم بثه من تل الرميدة في الخليل كيف يتم إعدام الأسرى الفلسطينيين وهم بالإمكان أن يكونوا أسرى لدى الجيش الإسرائيلي ولكن يتم إطلاق الرصاص عليهم ويرتقوا شهداء نتيجة هذا العبث بحياة الفلسطينيين وكذلك ما يجري بحق الأسرى القادة والأسرى النواب والأسرى القدام الذين تم إعادة اعتقالهم بعد أن حرروا في صفقة شاليط وعلى رأس كل هؤلاء الأسرى فؤاد الشوبك الذي يبلغ من العمر 75 عاما وعني من عدة أمراض داخل السجون الإسرائيلية وكذلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في مراكز التوقيف وتحديدا في عطسون موضوع عطسون أيضا موضوع خطير والظروف هناك غير مهيئة لأن يكون سجن أصلا هو مركز توقيف ولكن يعني العدد كبير والظروف يعني سيئة للغاية هناك بخصوص المؤسسات الحقوقية التي أشرت إليها كالصليب الأحمر مثلا أن أخذ نموذج ما دوره في هذا الإطار؟ إيش طبيعة الدوري باللعب في قضية الأسرى المرضى ألية التواصل يبلغ عن هذه الحالات ممكن أن يدعو السلطات الإسرائيلية مصلحة السجون الإسرائيلية يعني أن هذه الحالة بحاجة بالفعل إلى متابعة حقيقية أولا نكتفي بمركز العلاج هذا المعروف بمستشفى سجن الرملة يعني أولا يتوجه الأهالي من ذوي الأسرى المرضى وخاصة إحاد المستعصية إلى الصليب الأحمر الدولي من أجل أن يكون بمسؤولياته تجاه هؤلاء الأسرى من أجل أن يكون طبيب الصليب الأحمر الدولي أولا بزيارة هؤلاء الأسرى لإطلاع على ملفاتهم الطبية معينة أحوالهم الصحية وخاصة عندما نتحدث عن الأسير على سبيل مثال إياس الرفاعي المصاب بالسلطان بسام السائح الذي يعني أوضاع صعبة وخطيرة داخل السجون الإسرائيلية ومعطس المرداد ومراد أبو معليق حيث أن كل الزيارات التي يكون بها الصليب الأحمر الدولي حتى اللحظة ربما لم تشفع لبعض هؤلاء الأسرى بإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم لأن هناك خطوط حمراء لدى إدارات مصلحة السجون ولا تسمح لكل هذه المؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة عملها كما يجب على كل الأسرى المرضى أو الأسرى الذين يضربون إضراب مفتوح وطويل عن الطعام أو الأسرى كبار السن أو الأسرى الأطفال الأحداث الذين يبلغ أعمارهما بين الرابعة عشر و الخمسة عشر أو المصابون بالرصاص والتي تؤدي هذه الإصابات إلى أصابتهم بشلل لا سمح الله دماغي أو شلل يقعدهم عن الحركة داخل السجون الإسرائيلية مسؤولية هذه المؤسسات أن ترفض هذه الخطوط الحمراء التي يتم التعامل بها معهم وأن تتحمل المسؤولية تجاه هذه الحالات الصعبة داخل السجون الإسرائيلية وأن يتم فضح هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية والمنافية لكل الآراف والقوانين الدولية وخاصة مواثي جينيف الثالثة والرابعة بحق الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية والتي يتزايد أعدادهم لأن لا يوجد هناك فحص طبي مبكر ولا يوجد هناك فحص دوري لكل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مما يفاجأ بعض الأسرى بأنهم يحملون أمراض مستعصية وخبيثة في اللحظة الحرجة التي يصلون فيها إلى نقطة اللا عودة في العلاج لهذه الأمراض وخاصة السرطان بل وصل للم تتحدث عن أن نحو 100 أسير هذا الصباح يعني عمليا يبدأون بإضراب مفتوح عن الطعام هم من أسرى الجهد الإسلامي والجبهة الشعبية احتجاجا بين المزوجين على ظروف اعتقالهم ما المعلومات المتوفرة لديكم بهذا الخصوص؟ نعم بالتأكيد هناك 100 أسير من أسرى الجبهة الشعبية والجهد الإسلامي سيبدأون في كافة السجون سيبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام أولا ضد سياسة العزل الانفرادي بحق 15 أسير الفلسطينيين معزولين وعلى رأسهم شكر الخواجة ونهار السعدي والعديد من هؤلاء الأسرى ربما سيصلون إلى ثلاثة سنوات من هذا العزل الانفرادي الذي تم الاتفاق مع الحركة الأسيرة أبان إضراب القرامة عام 2012 بإنهاء هذا العزل الانفرادي وأن لا تعود إدارات مصلحة السجون لسياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون إسرائيلية وكذلك ضد سياسة الإهمال الطب المتعمل الذي يمارس بحق الألاث من الأسرى الفلسطينيين هذه الخطوات ستتحدد اليوم بعدم الخروج إلى الفرى وعدم التعاطي مع إدارة مصلحة السجون والطرق على الأبواب والتكبير وغير ذلك من الإجراءات التي سيقوم بها الأسرى كرسالة تحذيرية لإدارة مصلحة السجون التي تتمادى في سياساتها الانتقامية والتعسفية وسحب كل الامتيازات من أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية نحن عمليا في شهر نيسان شهر الأسير الفلسطيني والذي يصدف أيضا في السبع عشر من الشهر الجاري يوم الأسير الفلسطيني ما الذي نتوقعه من حراك من فعاليات مساندة للأسرى على صعيد المجتمع الدولي خلال هذا الشهر؟ نحن تحضرنا عبر اجتماع موسع ضم الهيئة العليا المتابعة الشؤون الأسرى والمحرين وكل الهيئات والمؤسسات والقوة الفاعلة والمدافعة للأسرى في كافة محافظات الوطن الفلسطيني من أجل الاتفاق على البرنامج الوطني الذي سيبدأ ابتداء من الأسبوع القادم بفعالية في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي ستبدأ ضروتها في إيقاد شعالات الحرية في أبو ديسو السادس عشر من هذا الشهر في الخامسة مساء وكذلك المهرجان المركزي في محافظة رام الله والبيرة الذي سينطلق المسيرة المركزية من أمام النادي الأرثوكسي بتجاه ميدان الشهيد ياسر عرفات حيث سيقام المهرجان المركزي إحياء ليوم الأسير الفلسطيني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في السابع عشر من هذا الشهر وكذلك سيكون هناك مهرجانا مركزيا في محافظة الخليل وكذلك في نابلس وفي كل المحافظات الفلسطينية وفي محافظات قطاع غزة وفي الشتات إذانا ببدأ أوسع تحرك شعبي وجماهيري إحياءا ليوم الأسير الفلسطيني هذا اليوم الوطني الذي اتخذه المجلس الوطني في عام 1974 تقديرا ووفاءا للأسير الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية كي تبقى قضية الأسرة ثابت من الثوابت الفلسطينية كما هو الحال على رأس سلم أوليوات القيادة السياسية الفلسطينية لأنه لا يعقل أن يكون سلاما في هذه المنطقة بدون أن يتم تبيض كافة السجون من كل الأسراء الفلسطينية شكرا أن نجزينا لك سيدة مينشمان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسراء صباح الخير شكرا لك شاهدنا نحن يكون إلى سجلاتنا في غزة مباشرة هذا الصباح ونتحدث عن انتهاكات الاحتلال على كافة الأصعدة خلال الشهر الماضي خلال شهر أذار تنضم إلينا زميلة خولة الخالدي من هناك صباح الخير يا خولة أهلا ومرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح يسعد صباحك خميس ويسعد صباح كل مشاهدين الكرام وينما كانوا يتابعون في برنامج فلسطين هذا الصباح طبعا الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت أعين الحقيقة ترصدها أينما كانت سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في كل مناطق الشتات طبعا الاحتلال الإسرائيلي تعودنا عليه دائما وأبدا بانتهاكاته المتعمدة على أبناء شعبنا وعلى الأراضي وحتى المنازل الفلسطينية في هذا اليوم نرصد هذه الانتهاكات التي استمرت خلال شهر آذار من خلال مركز عبدالله الفراني الذي أصدر هذا التقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معي في الأستوديو بالأستاذ مهد زقوت مدير مركز عبدالله الفراني يسعد صباحك أكيد يسعد صباحك صباح كل المشاهدين صباح فلسطين جميل إذا تحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال شهر آذار الماضي أبرز الانتهاكات هي أبرز الانتهاكات على مدار العام هي نفسها شهداء جرحى معتقلين اعتداءات مستوطنين مصادرة أراضي وبناء كتل استيطانية تواغلات في قطاع غزة استهداف للصيادين هذه أبرز ما يترتكب إسرائيل بحق شعبنا في مدار العام لكن النسب والأرقام تتفوت من شهر إلى آخر فإذا نظرنا إلى شهر آذار الذي أصدرنا به هذا التقرير نجد أن عدد الشهداء كان 23 شهيدا من بينهم 19 شهيد في الهبة الشعبية بدعوة أنهم يمارسون القتل والعدوان باتجاه جنود الاحتلال وآخرها كان اعتقال اعدام بالفتاح الشريف بدم بارد وكأذلك سقوط أطفال من بينهم وسيدتين من بينهم فظل الشهداء بذلك بلغت حصيلة من شهر أكتوبر الماضي إلى اليوم حصيلة شهداء هبت القدس حوالي 209 شهيد وما زالت الله أعلم اليوم في شهداء أو غدا في شهداء القافلة مستمرة أيضا الجرحة عدد متزايدة إذا نظرنا إلى لغة الأرقام بالنسبة للجرحة نجد أنه 380 مواطن في الأرض الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أيضا غزة مستهدفة فيها شهيد من ضمن 23 شهيد سقط متأثرا بجراحة أصيبة بها سابقا أيضا هناك معتقلين عدد لإضافة إلى هذا العدد معتقلين حوالي 647 معتقلا أطاراتهم إسرائيل خلال شهر أعضار نجد أن الممارسات العدوانية الإسرائيل مستمرة بشكل يومي وشكل ممنهج حدم بيوت حوالي 159 منزلا ومنشأة فيه خلال شهر واحي في حين أن نحن في مركة عبدالله الحراني نمازدرنا تقريرنا السنوي خلال عام 2015 كان هناك حوالي 478 منزلا ومنشأة تم تدميرها خلال العام فنجد في شهر 159 هناك مضاعفة لعمليات الانتهاك هناك استمرار وانتهاك هذا السياسة التي تتمارسها إسرائيل منذ عام 48 هدم المنازل والاستلاع على الأرض دائما إسرائيل أو الفكر الإسرائيلي يريد أن الأرض خالم من السكان كمان مسألة الأقاب الجماعي الذي يمرسه تجاه شهدائنا والذين ينفذون عملات فدائية تجاه قوات الاحتلال في النهاية هذه موارسة إسرائيل وهذا ما تمارسه إسرائيل استيطان لو نظرنا إلى عدد مصادرة 4250 دنما من الأراضي في شهر واحد تم مصادرتها بدعوة إقامة طرق للمستوطنين بدعوة توسيع مستوطنات بدعوة بالجدار الفصل العنصري كل هذه الممارسات هي إسرائيل تمارسها على أبناء شعبنا في حين أن أين المجتمع الدولي حينما يعتدي المستوطنون من أهم وأبرز الاعتداءات التي كانت في شهر آذار من المستوطنين كان إحراق عائلة دوابش الشاهد الوحيد في عائلة دوابش على الجريمة التي ارتكبتها مجموعة هي نفسها التي حرقتها نفسها التي ارتكبت الجريمة بحق عائلة دوابش في الصابق هذا الممارسة التي يمارسها المستوطن اليهودي تجاه أبناء شعبنا لا تجد أي استنكار أو أي ردد أفعال من العالم لكن في حين ما يقوم به الشبان الفلسطينيون في خلال الهبة الشعبية التي يمارسها شبانا دفاعا عن حقهم ودفاعا عن وجودهم ودفاعا عن حياتهم تجد أن العالم يستنكر هذا ويعتبر أن هذا عمل إجرامي وعمل غير أخلاقي وعمل إرهابي يرتكب الفلسطينيون بحق إسرائيل في حين لا ينظروا لما يرتكبه المستوطن بحق أبناء شعبنا برأيك أنت كصاحب قلم وكمدير لمركز يعتني بموضوع التوثيق وكتابة التقارير المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية أين الخلل في نظرة العالم إلى ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة في الآونة الأخيرة ما هي المواقف الرسمية؟ كيف يمكن أن نوظف هذه عمليات الانتهاكات وعمليات الرصد المستمرة في إصال الرسالة الحقيقية إلى العالم؟ إذا نظرنا إلى العالم نحن لدينا قناعة تامة أن العالم هو منحاز لإسرائيل أن العالم ما زال ينظر إلى القضية الفلسطينية بأعين إسرائيلية لذا نظرنا إلى الأمم المتحدة مثلا التي تمثل العالم كله كم من القرارات صدرتها تجاه القضية الفلسطينية وخاصة في قضايا الاستيطان وقضايا المستوطنين عشرات القرارات بل مئات القرارات لكنها لم تنفذ على أرض الواقع ولا قرار من هذه القرارات لكن هناك قرار واحد يتعلق بقضية ما في العالم العربي أو ما يتعلق بالعالم العربي تجد الكل يتضامن مع هذا القرار ويسعى إلى تنفيذه لكن ما يتعلق بإسرائيل والقضية الفلسطينية يقف العالم عاجزا أمام إسرائيل وأمام تنفيذ قراراتنا المجتمع الدولي يناهض إسرائيل من خلال المقاطعة المنتجات الاقتصادية الخاصة المنتجة من خلال المستوطنات مقاطعة من خلال أكاديمي المقاطعة هذه على أرض الواقع ليس ذات وزن كبير لكن على المسألة الإعلامية ذات وزن كبير هذه التقرير التي نحن نصدرها نحاول أن نوصلها إلى العالم بشكل أوسع من خلال وسائل الإعلام من خلال صناعة القرار من خلال مسؤولينا ومن خلال قادة الفكر وقادة الرأي يعني خلال 2015 كان هناك تقرير مجمل لكل ما ارتكبته إسرائيل بحق شعبنا صدرنا ووزع بشكل كبير على وسائل الإعلام لكي نرؤس الرسالة للعالم أن هذا ما ترتكبه إسرائيل انظروا ما ارتكبته إسرائيل إذا أحولنا بلغة الأرقام لأن نجد أرقام ليست سهلة وليست بسيطة لما ترتكبه إسرائيل بحق أبناء شعبنا على مدار عام إذا في الأعوام وسنوات قادمة سنجد أن الأرض أصبحت خالية من السكان حقيقة هذا ما تدفعه إسرائيل التضييق والخناق على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطع غزة القدس الذي تتعرض يوميا لعملية تهويد وعملية مصادرة أراضي وعملية توسيع في البؤر الاستيطانية تؤثر على مكانة القدس وأهلي القدس وتهويد القدس بشكل عام وفرض أمر واقع يكون مستقبلا على الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها التي نسعى نحن جميعنا وقيادتنا الفلسطينية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرامع من حزران لكن ما تمارسه إسرائيل على أرض الواقع ينفي هذا الواقع الذي نحن كفلسطيني نسعى إليه لذا هي تسعى إلى قرض أمر واقع سواء في القدس أو في الضفة الغربية لتوصل الفلسطينيين إلى أن هناك دولة مجزأة كنتونات لا يمكن أن تكون هناك مقوم حياتي للشعب الفلسطيني أو مقوم اقتصادي للشعب الفلسطيني إسرائيل تعرف جيدا الوضع الحقيقي لقطع غزة وعملية الحصار المستمر التي دمت لأكثر من عشر سنوات ولكن ما زالت حتى الأونة الأخيرة تحاول التضييق أكثر وأكثر من خلال عمليات الاعتقال المستمرة مثلا للصيادين مصادرة المراكب إطلاق النار المستمر عبر الحدود الإسرائيلية الفلسطينية كيف يمكن أن نصف هذا التصرف الأحمق من قبل إسرائيل اختجاه الأراضي الفلسطينية في قطعة غزة؟ يعني إسرائيل تستطيع في قطة ممنهجة ومقصودة ما ترتكب إسرائيل هو محاولات لتضييق الخناق على أبناء شعبنا وضرب الإرادة الشعب الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني الذي رغم كل ممارسات إسرائيل ما زال يقول لإسرائيل لا ما زال القيادة الفلسطينية التي تمثل شعبنا والشلعية لشعبنا تقف في وجه إسرائيل وتقول لا لكل المخططات التي تسعى إسرائيل إلى ضغط علينا وتحويلنا إلى مجرد شعب مستسلم لكل إرادتها وكل قراراتها وكل ما تريد أن تفرضه على أبناء شعبنا نحن نقول لا لإسرائيل فهي بذلك تحاول أن تفرض بهذه الأسليب هذه الممارسات الحصار وإغلاق المعابر والتوغلات الإسرائيلية والتضييق على الصيدين وعلى مراكب الصيد وكل هذه الممارسات هي جزء من المخطط الإسرائيلي للتضييق وحاول تكسر إرادة الشعب الفلسطيني لكن الشعب الفلسطيني سيبقى شامخا بقيادته وفعله النضالي الذي مستمر ما زال بالهبة الشعبية في الضفة الغربية سنبقى متمسكين بالأرض الفلسطينية ونحن قبل أيام كنا نحتفل بذكرى الأربعين اليوم الأرض الخالد هذه الأرض الفلسطينية التي ناضلنا وناضلنا ومازلنا نناضل من أجل هذه الأرض وسنبقى على هذه الأرض ولن نرحل عن هذه الأرض ليس للفلسطيني غير فلسطين لا يوجد لنا وطن آخر ولا بديل غير فلسطين ولن نقبل وطنا بديلا غير فلسطين جميل ما دور الأقلام الفلسطينية في عمليات الرصد والتوثيق لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات على الأراضي الفلسطينية بحق الشعب الفلسطيني كافة وكيف يمكن أن نستغل مثل هذه التقارير في إصال الرسالة الحقيقية للعالم؟ يعني لا ننكر أن هناك مؤسسات غير مركز عبدالله الحراني أيضا يقوم بهذه المؤسسات خاصة مراكز حقوق الإنسان هي لا تقصر في هذا الجانب ولديها مجال واسع جدا في اتصالات دولية تستطيع أن توصل رسالتها إلى العالم نحن أيضا جزء من هذا البرنامج الذي نحاول به أن نوصل رسالة إلى العالم ندعو إلى الكل الفلسطيني من لديه القدرة على الكتابة وعلى رصد حالات الممارسات العدوانية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا أن لا يبخل بقلمه على شعبه لكي يبرز الصورة الحقيقية لإسرائيل الصورة البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا إسرائيل دولة عدوانية دولة عنصرية دولة ترتكب كل الموقعات بحق الشعب الفلسطيني لكنها في نظر العالم هذه الدولة ديمقراطية ودولة عصرية ودولة حضرية وهي تدفع عن نفسها أمام العالم ولكن على أرض الواقع إسرائيل تتكب الجريمة البشعة بحق ابنها إعدام العبد الفتاح الشريف بدم بارد أمام وسائل الإعلام التي صورت هذا المشهد ماذا كان مصير هذا الجندي حتى بعد عمليات التصوير كان هناك هجوم واسع على مصور هذا الفيديو باعتقال بالضبط وكذلك ماذا حدث مع الجندي نفسه الذي أعدم هذا الشاب المناضل إطلاق صراحي بعد فترة أو أعتقاله في دم المعسكر يعني شيء تافه جدا تعقوبة لهذا الجندي المجرم الذي ارتكب الجريمة بحق أحد أبناء شعبنا يعني هذا ما تم ارتكفه إسرائيل ونتذكر في الماضي مضبحة كفر قاسم في الـ 56 كانت قرش واحد ثمن غرامة على الذي ارتكب هذه الجريمة لـ 59 شهيد من أبناء شعبنا يعني هذه إسرائيل الجريمة بالضبط يعني هذا بالضبط نذكر ما حدثه ونفسه اليوم ما حدثه مع الشريف الشاب الشريف يعني إسرائيل ترتكب بحق القتل والإعداب وهي في نظر العالم لذلك علينا أن نكون برسالتنا كفلسطينيين أن نوصلها إلى العالم أيضا دور المؤسساتنا الصفراتنا الفلسطينية عليها أن تلتقط هذه التقارير ثواء من مركز عبدالله القراني أو من مؤسسات حقوق الإنسان وتترجم هذه الرسالة بلغة هذا العالم الذي تعيش بيننا ظهراني لكي توصل لهم الرسالة سأعتبرها دعوة إلى الصحفين ومتصراتنا ومؤسساتنا الإعلامية ومكاتبنا الإعلامية في الخارج أن يكون لها هذا الدور بترجمة هذه التقارير التي ترصد انتهكات إسرائيل ومؤساتها العدونية تجاه أبناء شعبنا ويوصولها رسالة بلغة هذه الدولة التي يمثلون فلسطين في داخلها لكي تكون الرسالة واضحة للعالم أن هذه هي إسرائيل وهذا ما ترتكب إسرائيل بحق أبناء شعبنا نحن نتطلع إلى الحرية نتطلع إلى الاستقلال نحن نسعى إلى إقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران ولا نريد أن نعادي أحد هذا ما نريده وهو حقنا في الحياة إسرائيل ما زالت هي الدولة الوحيدة اليوم في العالم التي تحتل لشعبنا إذا تحدثنا عن أبرز الصعوبات التي تواجهكم خاصة في عمليات التوثيق عمليات الرصد المستمرة لهذه الانتهاكات سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطع غزة يعني هنا كأي مؤسسة نواجه صعوبة في عمليات المعلومة الحصول على المعلومة الحصول على تدقيق المعلومة لأن أحيانا ممكن تقرأ في جريدة المعلومة تجدها مثلا متناقضة على أرض الواقع لذلك تحاول أن تتصل بالعائلة وتتصل بشخص المعني الذي حصل معه هذا الفعل كي تصل تسجيل الإحصائيات وتسجيلها من خلال وزارة الصحة الفلسطينية لعداد الشهداء وعداد الجرحة عداد المعتقلين تنقذها من الصليب الأحمر أو من المؤسسات المرتبطة بحركة الأسرة والمعتقلين هذه المؤسسات نحاول أن نزال صعوبة كبيرة ليس بالصورة الكبيرة لأن اليوم المعلومة أصبحت متاحة وأصبحت متوفرة بداية بين أيدي أبناء شعبنا من كتاب وباحثين مؤسساتنا تقوم بدور أساسي وجدا في توثيق لحالة الاعتقالات وحالة الأسرة الجرحة من خلال كما تحدثت عن وزارة الصحة هذه الاستيطان من خلال المؤسسات المعنية بالاستيطان حتى أكثر هي المؤسسات الإسرائيلية ما تنظرنا إلى مؤسسات بيتسيلب تكشف كل الخفايا المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي ونحن كفلسطين نستفيد من هذه التقارير التي توزحها مؤسسات الإسرائيلية يعني هذه كل هيتها نحاول أن نجمعها ونرصدها في تقرير سيخطر شهريا ونحن نستمرون بهذا منذ فترة طويلة يعني كان لنا أول مرة هذا التقرير المستوى التقرير السنوي وإن شاء الله سيكون كل عام بعد من طوال 12 شهر يعني جمع هذه المادة لكي تكون كتاب في أيدي الباحثين والدارسين الذين يكتبون عن الاستيطان وعن انتهاكات حق الإنسان الفلسطيني جميل إذا تحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي شعرتم من خلال عمليات التوثيق أنها كانت الأبرز خلال شهر آذار المنصرم التي كانت تركز إسرائيل بشكل كامل على إبراز دورها في هذا الانتهاك مثلا عمليات القتل المستمرة أو عمليات الاستيطان أو غيره أي من هذه الانتهاكات كان الأبرز لشهر آذار؟ يعني لا ظن أن الاستيطان هو العقبة في وجه السلام أو ما يمكن أن نطلق عليه عملية السلام الاستيطان الإسرائيلي في شهر واحد هنا ما يكون 4250 دنما من أراضي المواطنين يتم مصادرتها تحت حجج الجدار وتحت حجج شقة سكنية وتحت توسيع المستعمرات وتحت حجج فتح شوارع التفافية للمستوطنين وتحت حجج واهية كثيرة هذا أبرز ما ترتكبه رغم أن هناك قرارات دولية وقرارات أممية صدرت من الأمم المتحدة وما زالت تصدر إلى اليوم كل عام فيما يتعلق بالاستيطان لكن إسرائيل لا تلتفت إلى هذا العمل تماما وهي تمارس هذا الفعل هنا ما نقول أن الاستيطان هو عقب في وجه السلام العالم يقول نعم الاستيطان عقب في وجه السلام لكن ماذا فعل هذا العالم لإسرائيل تجاه هذا الفعل الإجرامي الذي تمارسه حق ابن سعبنا الاستيطان حينما تأخذ الأرض من المواطن الفلسطيني يفقد مقومه الاقتصادي ومقومه المعيشي فهو فقد المرتكز الأساسي الذي يستند إليه كفلسطيني هنا هجرت الفلسطيني من أرضه هو لا يقتل إنسان ويقتل عائلة بأكله هذا بالصبت هذا ما تسعى إليه إسرائيل أن تأخذ الأرض من الفلسطيني ويصبح الفلسطيني في العراء إذا إذا أين ماذا سيفعل الفلسطيني سيكون هناك أمامه غير الاشتراك في الهبة الشعبية طبعا للأسف انتهى وقت فقرتنا بفلسطين هذا الصباح أشكرك شزيلا الشكر الأساس موهد زقوت مدير مركز عبدالله الفراني للدراسات والتوثيق ويسعد صباحا كيف شكرا للك ويسعد صباحا طبعا بهيك مشاهدين الكرام كنوصلنا لختام فقرتنا من فلسطين هذا الصباح بسجوهتنا من قطع غزة هذه عودة لسجوهتنا بيرم الله إليك خميس من جديد شكرا جزيلا لك خولة يسعد صباحك وصباحكم مشاهدينا أيضا فلسطين هذا الصباح مجتمع معكم بمحطات مختلفة إلى موضوع آخر من بعد الفاصل ونتحدث عن التهويد في مدينة القدس المحتلة ومخاطط تهويد مشاريع استيطانية بـ 1435 واحدة استيطانية جديدة بعد الفاصل نتحدث في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر أهلا من جديد مشاهدينا إذن مخاطط تهويد لبناء أكثر من 1400 واحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة تتحدى إسرائيل بذلك القوانين الدولية الإرادة الدولية المناشبات أيضا الدولية بضرورة وقف هذا البناء الاستيطاني على سبيل آخر الاقتحامات للمسجد الأقصى مستمرة حسب الإحصاءات في شهر أذار وما أكثر من 1300 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك وباحاته دعوات أيضا يهودية لتقديم القرابين خلال عيد القادم عيد الفصحة اليهودي في 22 شهر الجاري وفي موضوع أخير نناقشه أيضا هذا الصباح بدأ عمليا الإجراءات الفنية لتركيب الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك أو في الساحات المسجد الأقصى المبارك وهذا حسب وزارة الأوقاف والشؤون التينية الأردنية هذه هي المواضيع وغيرها نناقش هذا الصباح مع المحامي أحمد أرويضي رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة صباح الخير أهلا ومرحبا بك معنا يسعد صباحك أهلا بك خطورة موضوع الاستيطان يعني رغم كل المناشدات الدولية ونبدأ بالمناشدات أيضا الأمريكية أكثر من المرة أن موضوع الاستيطان يجب أن يتوقف يضرب عملية السلام لا يحقق الدولتين بالتالي إسرائيل ماضية في هذا الموضوع وما أعلن عنه مؤخرا من تسمية أيضا حي كامل باسم جو بايدن في مدينة القدس المحتلة يعني نحن أمام تسونامي تهويدي لمدينة القدس يأخذ أبعاد مختلفة الاستيطان في قنطو وطرد الناس من خلال سحب الهويات والإعلان لأول مرة من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن أحياء مقدسية بالكامل إلغاء إقامة موطنيها وبالتالي عزلهم عن القدس ومنعهم من دخول إليها والمسألة الثالثة هي استهداف المجد الأقصى المبارك والسيطرة على العقارات والحوض الوطني المقدس واستمرار المشاريع التهودية الممثلة في القطار الخفيف والقطار الجوي وغير ذلك من وسائل التهويد أو مشروع مثلا كدار الموجود في حي وادي حلوة اللي ببعد أخي خميس فقط 30 متر هواي عن المسجد الأقصى المبارك في موضوع الاستيطان إسرائيل تخطط لبناء 60 ألف واحد استيطانية حتى العام 2020 هي بنت 40 ألف واحد استيطانية وبالتالي هذه المشاريع التي تعلن تباعا من قبل ما يسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء هي تأتي في هذا الإطار وهي أكثر من مشروع ولكن كل فترة يخرجوا بالإعلان عن مشروع جديد تستهدف غلاف المدينة من قلنديا شمالا حتى الولجة جنوبا وفي قلب المدينة للسيطرة على الأحياء أو محاصرة الأحياء الفلسطينية وأخيرا قبل هذا المشروع إذا كنت تذكر الأسبوع الماضي المشروع الاستيطاني في جبل مكبر الإعلان عن وحدات الاستيطاني الجديدة وبالتالي في جبل الزيتون آن في سلوان في رأس العمود في حي الشيخ جراح في بيت حنينة أيضا في مخيم شعفات توسيع مستوطنات الموجودة هناك مشروع إيوان كل هذه المشاريع هي إنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة بمعنى أن تمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل وبالتالي ضرب مفهوم حل الدولتين اللي على أساسه قامت العملية السياسية العملية السياسية قامت بالعام يعني مؤتمر مدريد وما لحق ذلك من توقيع اتفاق أسلو كان على أساس الدولتين دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس إسرائيل الآن بنهجها وإجراءاتها على الأرض هي تضرب حل الدولتين تقسم الضفة الغربية إلى كنتونات تعزل المدن الفلسطينية بالكامل من خلال مشاريع الاستطانية منطقة الغور لديها مشروع استطاني هناك كبير في موضوع القدس تعزلها كليا عن محيطها في الضفة الغربية وتقلص الوجود الفلسطيني فيها وبالتالي تنهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل وهذه تحركت الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي اللي هو كان ضاغط باتجاه حل الدولتين أنا لا أعتقد أن الضغط حتى اللحظة يشكل حافظ أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ برنامجه ما يشكل حافظ هو صمود شعبنا وهذا الهب الذي أطلقت رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي أنه لن يسمح له لا بتقسيم المسجد الأقصى المبارك ولا بمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية إضافة إلى استمرار التحرك السياسي على مستوى المؤسسات الدولية وبشكل خاص في المحكمة الجنائية الدولية وأنا أركز على المحكمة الجنائية الدولية اللي أذكر أنه منعتها إسرائيل من دخول إلى الأراضي الفلسطينية والتقاها وفن الفلسطيني في العمان وقدم لها كل الوثائق اللازمة لتحريك الدعوة من قبل المدعي العام لكن للأسف الإجراءات طويلة ومعقدة ويعني لدينا مراحل في العمل أمام هذه المحكمة نحن نتابع نحن وإياك وساد المشاهدين هذا التقرير لزميلة كرسين ريناوي حول موضوع الاسطران في مدينة القدس المحتلة ونعود نستكلم الحوارة مخطط استطاني جديد يضم نحو 1435 وحدة سكنية تعمل ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل ودائرة التخطيط في وزارة مالية الاحتلال على الدفع به إذ سيقام على تلة مجاورة لمستوطنة رموت المقامة على أراضي شمال القدس المحتلة مخطط تدعي المنظمات التي تعنى بالبيئة معارضته لتأثيره على تلة الطبيعية المجاورة وسط منافسة إسرائيلية من جانب بلدية الاحتلال لإقامة متنزه في الموقع ذاته الاحتلال يريد الإخلال بالجواغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات ونشر بذور لمستوطنات في الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس كل ذلك في إطار أسرى وتهويد مدينة القدس الذي يسعى الاحتلال لإنفاذه وإتمامه في أسرع وقت ممكن سرطان الاستيطان ينتشر في اتجاهات العاصمة كافة فمن شمالها إلى جنوبها حيث صادقت ما تسمى لجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على إقامة بؤرة استطانية جديدة مؤلفة من ثماني عشرة وحدة سكنية في جبل المكبر 18 وحدة سكنية عبارة عن إمارة سكنية تم الاستيلاء عليها في العام 2012 صادقت ما تسمى بدائر التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على هذه الوحدات السكنية رغم أنها مخالفة للترخيص رغم أنها بنيت بدون ترخيص لو كان الموضوع في الشرق العربي وفي الشرق القدس لا هدمت هذه البناء كم المخططات الاستطانية في القدس يظهر خطورة النهج المتبع لفرض وقائع على الأرض يدفع الفلسطينيون ثمنها المتغيرات التي يقودها الاحتلال على الأرض كثيرة والثابت عنده الاستطان والتهويد والاعتداءات والانتهاكات بحق أرض وشعب قابعين تحت آخر احتلال في العالم من العاصمة المحتلة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين شكرا لزميلة كريستين ريناوي على هذا التقرير مرة أخرى نرحب برئيس وحدة القدس في ديون الرئاس المحامي أحمد الرويضي أهلا مرحبا بك معنا صباح الخير وبتزامن مع الحراك الذي تبدله القيادة الفلسطينية مع حراك الجنائية الدولية مع دعوات الدولية بضرورة وقف الاستيطان في مدينة القدس المحتلة ما الذي يجب أن نعمله بكي نتصدى لهذا التنامي الذي بدأت حديثك به هذا الغول الاستيطاني هذه الهجمة الشرسة من تهويد للمدينة بكل المكونات فيها والتفاصيل يعني هذا هو السؤال المهم الحقيقة وهذا سؤال كل مقدسي وهذا سؤال مؤسسات القدس خلينا نقول موضوع السياسي نحطه على جنب لأن هناك من يتحرك له وهناك القيادة الفلسطينية والقدس جزء من الأراضي التي احتلت عام 67 وبالتالي هي عاصمة الدولة الفلسطينية وما ينطبق على باقي الأراضي الفلسطينية ينطبق على القدس في الجانب الآخر هو دعم صمود الإنسان دعم بقاء المؤسسات التي تقدم الخدمات المجتمعية في القدس وهذه مسؤوليتنا بالأساس نحن نستطيع هل نذهب إلى شماعة الاحتلال لأنها تمنعنا؟ لا هذا خطأ نحن نقع فيه ونضع أنفسنا فيه نحن نستطيع فلسطينيا أولا أن ننفذ مشاريع تنموية في داخل القدس تحافظ على الوجود الفلسطيني باتجاهات مختلفة نستطيع أن نقيم أحياء فلسطينية جديدة وهذا قمنا في بعض المناطق من خلال بعض الدعم الخجول الذي يقدم لنا من هنا وهناك لكن أن نبدأ بمشاركة القطاع الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقوى الوطنية والمواطن الفلسطيني يشعر أن القدس مسؤوليته سنستطيع أن ننجز كثيرا في تنمية الإسكان قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع الثقافة الشباب ومن شأن ذلك أن ندعم لكن البعض يتذرع بالقيود الإسرائيل مفروضة سواء في مجال البناء أو حتى نشاطات معينة فعاليات حتى في موضوع الاقتصادي نحن اليوم نحكي عن البلدة القديمة والتجار وما يعنيه التجار هناك في البلدة القديمة كيف ننحش لبوضع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة؟ قبل خميس بدك الصراحة ما نحكي لك مواضيع مختلفة في جون المختلفة كل موضوع فيه كوارث أكثر من الموضوع صحيح بس في قطاع الإسكان عندك تجارب واضحة الآن في القدس نجحت وأقامها بعض المستثمرين الفلسطينيين اللي بنسجلهم كل الاحترام وهم من القدس المقدسيين رغم ظروف الاحتلال ورغم القواعد القانونية الظالمة ورغم أن اللجان الإسرائيلية بتحاول تعطل إلا أنه استطاعوا أن ينفذوا بعض المشاريع وهي إنجازات وربما من الضروري كمان علينا بالإعلام الفلسطيني أن نركز على هذه النجاحات في الاستثمار في قطاع الإسكان وأتحدث هنا عن الاستثمار الفلسطيني أنا أتفق معك أن الحركة الاقتصادية تعرضت لضربة قوية بفعل جدار الفصل العنصري ومنعها بالضف الغربي من الوصول إلى القدس أضف إلى ذلك ما حدث في المسجد الأقصى المبارك منذ أكتوبر الماضي وشارع الواد والتهديد ضد ترحيل المحلات التجارية لكن بالمحصلة لابد أن يكون نوع من مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في الاستثمار في داخل مدينة القدس وهون أتحدث عن صندوق وقفية القدس مثلا الآن بضم من الجهاز الرسمي ومن القطاع الخاص اللي هي فرصة أنه يدعم بعض المشاريع التنموية تبدأ من المواطن في مجال التنمية وتنتهي في المؤسسات وهذا يأتي بالتنسيق مع الغرفة التجارية الاقتصادية في مدينة القدس مع اللجان الشعبية الموجودة في داخل المدينة مع المؤسسات القوية الموجودة في مدينة القدس ماذا ينتظر القطاع الخاص برايا؟ للأسف الكل يتهرب من خوفا من الخسارة من ناحية لأن المستثمر جبان وهو يحتاج دائما إلى الربح ويبحث عن الربح الأسهل والأبسط وبالتالي لن يتحقق له الربح الأبسط باعتقاده في مدينة القدس مع أن كل من استثمره في المدينة حقق ربحا جيدا المسألة الثانية البعض يتخوف من التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية ولكن دعنا نعترف أن نحن مضطرين أن نتعامل مع هذه المؤسسات بالآخر نثبت وجودنا وصمودنا ونحن نتحدث عن خطة صمود يجب أن نأخذ الواقع الذي موجود في داخل مدينة القدس بالاعتبار أما نغطي الشمس بغرباء هذا الآن يتطلب كل واحد أن يكون أمام مسؤولياته في موضوع القدس الجهاز الرسمي هو يتحمل المسؤولية وهو المسؤول الأول ولا نستطيع أن أنكر ذلك وهناك الآن لجنة القدس العليا الذي رأسه السيد الرئيس اللي بتحاول تنسيق العمل ومتابعة الدعم لكن بالمحصل لا تستطيع أن تلبي الاحتياجات والاحتياجات كبيرة في المدينة لما أنت بتشريك القطاع الخاص هذا يعطي رسالة واضحة للمستثمر العربي والإسلامي لأنه نحن نظن كمان نتحدث أنه الجهاز العربي الرسمي والإسلامي الرسمي ممكن أن يكون لدينا قطاع خاص أيضا عربي وإسلامي وأنا شاركت في اجتماع في الأردن الحقيقة مع بعض رجال أعمال ولديهم الرغبة وهم يسمعوا عن التخوفات لكن لما قدمنا لهم ملخص وشرحنا أمامهم بالوسائل الحديثة إيش المتطلبات وإيش إمكانيات الربح والخسارة وجبنا المختصين من محامين ومهندسين وكذا اختلفت الصور وأصبح لديهم الرغبة في الاستثمار في مدينة القدس على كل القضية لها أبعاد مختلفة تبدأ مننا أولا بعد الترتيب أوراقنا وتكون وصلت عملنا الحقيقية الحقيقية مرة ثانية مدينة القدس نعم في موضوع آخر موضوع تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك 55 كاميرا على الأغلب خلال هذا الأسبوع ممكن تنجز أول أسبوع الذي يلي على أبعاد تقدير وهذا حسب الإعلام الأردني وما يصدر عن وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الأردنية والوزير هيل داود شخصيا إيش الدور الفلسطيني بهذا الموضوع يعني كثير نسمع من الشارع الفلسطيني إنه وين الدور الرسمي الفلسطيني أو الأوقاف الفلسطينية مثلا من هذه القضية قضية الكاميرات إحنا إيش دورنا بالضبط يعني خلينا ناخد دقة الأمور في هذا الموضوع من الزاوي الذي نستطيع والذي لا نستطيع في مدينة القدس نحن ارتضينا أنه نحافظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك على 144 دنم عندما نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك وارتضينا أن يستمر الدور الهاشمي ودور الأوقاف الإسلامية في حماية المسجد الأقصى المبارك وتم توقيع اتفاقية وصاية ما بين سيد الرئيس محمود عباس وما بين جلالة ملك عبد الله الثاني وهناك تنصيق على أعلى مستوى في المستوى السياسي وفي المستوى التقني مع الإخوة الأردنيين في كل القضايا المتعلقة في المسجد الأقصى المبارك وطالما ارتضينا ذلك هم الأردنيين يبحثون عن الوسائل الممكنة التي تحقق حماية المسجد الأقصى المبارك لأن ذلك سيلحق بهم الضرر وهم يدركوا ذلك إنه إذا تم إجراء التقسيم الزماني والمكاني على الأرض وبالتالي هم الأقدر في موضوع الحراسة في موضوع الترميم في موضوع متابعة المشاريع المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك وحتى فرش قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك اللي بتم برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني من هنا جاء موضوع الكاميرات وسيلة لنقل ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك لمليار وسبعمائة مليون مسلم بشكل مباشر وهنا نتحدث عن الساحات وبشكل خاص في المناطق اللي بتنفيها الاقتحامات من حي باب المغاربة وفي المسألة الثانية أن يكون لديك وثائق قانونية وسياسية تستطيع فيها أن تكشف ادعاءات نتنياهو الكاذبة عندما يتحدث أن من يقيم حالة الارتباك بين قوسين في المجل الأقصى المبارك أو الفوضى أو الفوضى بين قوسين المرابطين والمرابطات والمصلين والمسلمين مع أن الموضوع غير ذلك من يقيم ذلك وهذا الاقتحام غير المبرر والذي لن نقبل به ولن يقبل فيه أي فلسطيني ولن تقبل فيه القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن كان واضح في هذا الموقف أنه لن نسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تقسيم المسجد أو اقتحام المسجد والإعلام الإسرائيلي ربما شهدتم قبل أيام تقرير باللغة العبرية كان مع مسؤولين الأمن الإسرائيلي عن موضوع المسجد الأقصى المبارك وعن موضوع الكاميرات وكانوا يضعوا فقرات من خطابات للسيد الرئيس يتحدث فيه عن هذا الموضوع أنه لن مشروع أي اعتداء على المسجد الأقصى المبارك لن تسمح القيادة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني وجرب الاحتلال ذلك في أكثر من مناسب بما فيها الهب الشعبي الذي بدأت في أكتوبر على خلفية اقتحامات المسجد الأقصى المبارك إذن لنترك للإخوان الأردنيين يعني إعطاءهم الفرصة من أجل ذلك إحنا التقينا وفد مقدسي جلالة الملك عبدالله الثالث وقدمنا توصياتنا بنوع من المصارحة وقلنا التخوفات والسلبيات والإيجابيات والإخوة الأردنيين تفهموا هذه السلبيات لذكرناها منها استغلال الاحتلال الإسرائيلي ذلك كوثيقة ضد أهلنا منها غير ذلك من مساء لكن دعني أقول لك بشكل واضح أخي خميس خلينا نكون صراحين ما الإسرائيلي عنده كل الكاميرات وعنده كل وسائل المتابعة أن يراقب ما الذي يحدث في المجل الأقصى المبارك حتى يطلع وفوت على ساحة المجل الأقصى المبارك 100% وإحنا تعطل دخولنا إلى المجل الأقصى المبارك من أكثر من المناسبة هو من يتحكم الآن في الأبواب وبكل فترة يخرج علينا أنه سيحرم أقل من خمسين وأكثر من خمسين وغير ذلك من القضايا إحنا خلينا نكون بالجانب الآخر دورنا كشعب فلسطيني أن نتحمل المسؤولية وأهلنا في القدس الحقيقة وداخل خط الأخضر يتحملون المسؤولية بكامر وشاهدتم هذا الشاب رفع العلم الفلسطيني في وسط الإجراءات الأمنية المعقدة في وجه هذا المستوطن أنا اللي بدي أسأل هو أن الكاميرات بعد تركيبها وهي ممكن تكون الأسبوع القادم جاهزة جاي عيد الفصح اليهودي وفي دعوات من قبل المبترفين الإسرائيليين الحخامات تقديم قرابين الفصح اليهودي في بحات المسجد الأقصى طب كيف يكون عمليا؟ ما هو انتهاك واضح يعني أنه أخذ أقرب مثال أو أبرز انتهاك في هذا الموضوع يعني الاستاتوس المتفقة لي اللي بدأ في العام 67 بمسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وتم تأكيده بالعام 2003 لأنه عدم تغيير وضع التاريخ القائم تم ضربه من قبل نتنياهو في أكثر من مناسبة بل أكثر من ذلك لأول مرة بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية منهم وزير الإسكان الإسرائيلي بتحدث عن إقامة صلوات تلمودية في ساحات المجل الأقصى المبارك بل حخام إسرائيلي حاول أن يقيم حفلة زفاف لابنه في ساحات المجل الأقصى المبارك وشهدنا تسجيل أغاني في ساحات المجل الأقصى المبارك وغير ذلك مما يمس مشاعرنا كمسلمين في هذا المكان المقدس اللقيم مديني عليا مرتبطة في عقيدتنا من ناحية ومرتبطة في وطنيتنا أيضا من ناحية ثانية لأن هذا مكان هو في عهدتنا كفلسطينيين أمام كل المسلمين في العالم بالتالي أنا ما أعتمد عليه الحقيقة إذا بدأ أكون صريح معك وشعبنا الصامد من داخل خط الأخضر ومن أهل القدس اللي عم بيسجلوا أسطورة في حماية المسجد الأقصى المبارك وعم بيتحملوا العباء الأكبر في المجال المسألة الثانية خلينا نعيد ترتيب أوراقنا الداخلية إحنا إذا بنقول القدس عنوان والمسجد الأقصى عنوان عمل بدك تغير في السياسات للأحزاب والقوة والفصائل السياسية اللي تكون القدس فعلا حاضرة في البرنامج ليس فقط في بيان إعلامي وإنما في أدوات على الأرض المسألة الثالثة إذا كنا متفقين أنه يحمي المسجد الأقصى المبارك والفلسطين اللي موجود في المكان طب خلينا نوفر له مقاومات صمود حتى يستطيع أن يواجه هذه الإجراءات المسألة صعبة أنت بتواجه احتلال لديها أدوات كبيرة عنده إجراءات أمنية لكن في النهاية هذا احتلال ويجب أن نتعامل معه عنه احتلال لا يوجد احتلال جيد واحتلال سيء الاحتلال وموجود لضرب قيمتك الحياتية الوطنية ملاحقتك في مركبات حياتك المختلفة بما فيها عواطفك الدينية والتزامك الديني للمسلمين والمسيحيين في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة شكرا جزيلا لك سيد أحمد دارويضي رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاس على هذه المشاركة معنا في فلسطين هذا الصباح شكرا جزيلا لا فاصل قصير ومحطة أخرى من فلسطين هذا الصباح مشاهدينا تفضلوا بالبقائمة خل زيت زيتون عصير ليمون هذه المكونات حنستعملها لعمل طبق ما حيأخذ منكم شدقتين على بعض في التجهيز سيدان تحضر مدى ديدي؟ مدى الحياة؟ مدى الحياة؟ ترجمة نانسي قنقر زيتون مدى الحياة؟ مدى الحياة؟ ترجمة نانسي قنقر سيدان ايريز المغلق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العمل بالفعل على التوعية ورفع مستوى الثقافة بهذا المرض في ظل نجاز التعبير عدم موجود إحصاءات دقيقة حول عدد المصابين بالتوحد وعدم موجود الجمعيات المؤسسات المؤهلة المدربة فيها كادر بالفعل قدر على التعامل مع المصابين بالتوحد هذا صباح معنا أمل عبدو وهي مديرة البرامج والمشاريع في جمعية بلد للتنمية والإبداع صباح الخير أهلا ومرحبا بك معنا إلى فلسطين هذا الصباح يعني لما نحكي عن اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد أكيد إحنا بحاجة يعني زينا زي غيرنا من أي بلد في العالم أنه يكون في عنا توعية ورفع مستوى ثقافة بمرض التوحد ولكن خلالي أسأل عن المرض بحد ذاته في فلسطين في إحصاءات معينة في فلسطين حول المصابين بمرض التوحد يعني صادر عن جهات ممكن تكون موثوقة وذفيقة الأرقام ولكيف بالبداية يسعد صباحكم في تلفزيون فلسطين واسمح لي أني أصبح على أطفال التوحد وذويهم والعاملين معهم في فلسطين بمناسبة شهر التوحد شهر إبريل شهر التوعية بمرض التوحد بالنسبة للإحصائيات خلينا نبلش إحنا بالإحصائيات العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية اللي هي بتحكي عن 67 مليون نسمة مصابين بالتوحد بالنسبة لفلسطين خلينا نحكي عن الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني والتي بتحكي عن 10 ألاف حالة من 2008 في 2008 الإحصائية بالضبط إحنا في 2016 كجمعية بلد للتنمية والإبداع طبعا وبمساندة مشكورة من وزارة الشؤون الاجتماعية في تسهيلها لمهامنا وبمساندة واستشارة من جهاز الإحصاء الفلسطيني عم نعمل مسح حاليا في هاي الفترة نأخذ عين الدراسة لأطفال التوحد حتى نقدر نحكي عن نسبة كم نسبة أطفال التوحد بفلسطين لسه ما انتهت الدراسة والمسح وإحنا لازلنا مستمرين فيها أخذنا العناوين من وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا هذا جزء لا يتجزأ من مهام التوعي بالتوحد والعمل على رصد الحالات الموجودة بفلسطين خصوصا إنها الأرقام الأولية هي أرقام تدعونا إننا نعمل مثل هيك شيء من المسوحات نتمنى قريبا إن شاء الله إن يكون عنا كتيب خاص في هذا المجال وأكيد من بركم هو رح يكون الأول لنطلق الحقائق والأرقام الخاصة بأطفال التوحد في فلسطين طب خلال نشوف كيف ممكن يعني من خلال فعليات وأنشطة مختلفة خلال الشهر أنه نرفع مستوى الوعي والثقافة للناس يعني آلية التعامل مع المصابين بالتوحد في فلسطين نعرف التوحد كمان أنواع ما في نوع ثابت في أنواع مختلفة يعني ونسب مرتفع المصابين في مرض التوحد ونسب أقل منها نطق السماع ما إلى ذلك يعني كيف ممكن أنه ننوع الناس بالفعل بهذا المرض يعني أنت حضرتك أوجزت بعض الأشياء من خلالها أنه فعلا نتعرف على أنه ما هو التوحد وماذا يعاني المصاب بالتوحد الآن البرامج اللي بتشتغل عليها جمعية بلد بهذا الإطار وهي جزء لا يتجزأ فلسطين من العالم وحراكه حول التوحد حاليا إحنا بنشتغل ضمن الأوتزم السبيك العالمي اللي هو عمليا شعار هذا العام أضاءة اللون الأزرق فإحنا رح نشتغل خلال شهر شهر إيبرو كله على تشجيع كل متضامن وكل إنسان يعلم ما هو التوحد بإضاءة بيته باللون الأزرق ممكن المؤسسات التعليمية إضاءتها باللون الأزرق جمعية بلد باللون الأزرق الجمعيات العاملة مع أطفال التوحد إضاءتها باللون الأزرق هذا واحد اثنين نشجع لبس اللون الأزرق إنه نرتدي تي شيرت محطوط عليه عبارات خاصة بأطفال التوحد ثالث شيء هي نشر البروشور والتوعية عن طفل التوحد اللون هذا ممكن يعطي كل الناس إنه ليش إنتوا لابسين هيك ليش إضاءة اللون الأزرق هذا مفتاح إننا نحكي أكتر عن التوحد بالإضافة له هيك رح يكون عندنا حراك على إعداد الدورات التأهيلية للمعلمات والاستمرار فيها خصوصا إننا إحنا يعني قطعنا شوت الحمد لله مميز في هذا الجانب وقعدنا دورات تي أو تي بالإضافة له هيك رح يكون في عندنا التوعية للأهالي يعني نشر التوعية بين الأهالي بين المجتمع الفلسطيني المجتمع الفلسطيني العيلة نفسها لازم نستهدفها يعني أنا حتى أخذ بأنه العيلة هي الأساس وبعدين إذا يعني الطالب أو الطفل راح للمدرسة راح على مركز معين على جمعية تعنى بقضايا توحد ممكن بمراحلة حقا ولكن البيت بالأساس وكيف ممكن كمال الأهل يكتشفوا إنه هالطفل اللي عنده توحد بالأساس ممكن يعني تكرون فيه عنده تأخر في النطق صعوبة تعلم ما إلى ذلك ويكون هو منحة آخر عمليا بهذه القضية فبالتالي في مشكلة حقيقية أكيد أي مشكلة هي بيكون فيها محاور إحنا بنحكي عن التوحد هناك تالوث بيبدأ بالأهل بالطفل وفي الجمعية هذا الثلاثي لازم يشتغل مع بعضه لازم دايما نبدأ بالأهل زي ما أنت تفضلت أكيد يعني من سن من سنة إلى ثلاث سنوات تبدأ الأم بتلاحظ عملية التفاعل الاجتماعي مع ابنها بالرغم أنه فيه كمان من وقت المناغام نسميها ممكن الأم تلاحظ الطفل عم بناغيها عم بيضحك لها بيضحك لها بشيء موجه مش بشيء غير موجه عم بيحكي عم بيتفاعل بيبادر يلعب مع زملائه عنده حركات نمطية معينة يعني بيكرر الحركة أكتر من مرة هو عم ينزوي ما عم يمارس الدور الاجتماعي اللازم يمارسه من هون أنا بحكي للأم أنك أنت لازم أنه مباشرة نحاول أدما نقدر أنه نأخذ الخطوات الصحيحة يعني ما نحكي أنه ماشي لساته صغير لقدام شوية بيحكي أكتر يفوت الوقت أو الأوان بالعامية أنه ما يدركنا الوقت أكيد فإنه إحنا أكتر نركز عليه كمان في الشهر التوعي وفي كافة الأشهر وكافة المراحل اللي من مر فيها التدخل المبكر قديش منتدخل مبكرا مع أطفال التوحد قديش ممكن نساعدهم على التأقلم ونساعدهم على تعديل السلوك خصوصا أنه التوحده من أكثر الاضطرابات النمائية انتشارا حاليا في العالم ليس له علاج حتى الآن لكن هناك طرق كثيرة ممكن نساعد فيها بالظبط إما اندماجه في المجتمع أو تخفيف حدته أو تعديل سلوكيات موجودة عنده ممكن هي تدايقه بالمجتمع والتدايقه مع أهله نفسهم فبالتالي لأ انت يجب تتوجه إلى الطبيب الأعصاب وطبيب الأعصاب لازم يعطيك كمان لطبيب العام وأنفوا أذن وحنجرة وإلى التربية الخاصة لتقييمه ومن ثم نتوجه للجمعيات حتى تشتغل معه ضمن برامج ومناهج في تعديل السلوك عظيم جدا في عنا ناس مدربين مؤهلين في الجمعيات التي تعنى بالقضايا مرضى التوحد قدرين بالفعل على أنهم يتعاملوا معهم لأن كأشارتي لهذا الثالوث فمهم أن تكون الجمعيات عندها كفاءات شغالة بهذا الموضوع جمعيات في فلسطين حالها حال الجمعيات في العالم العربي كله بخصوص التوحد كل يوم عفوا المقاطعة كل يوم هناك شيء جديد بهذا المجال يعني هناك أسليب جديدة فبالتالي لابد أن نكون عمليا مواكبين ونمشي معها بسرعة كبيرة صحيح لكي نخذ في هذا المجال دعونا نحكي أنه توحد لغز عالمي أحجية عالمية جميع العالم يتسارع ويركض حاول أنه شو الأسباب خصوصا بالزبط خلينا نكتشف شو الأسباب هلا بهذا الوقت عم نشتغل على مناهج كتير زي ما تفضلت حتى نشتغل إحنا مع الأطفال فلسطين هون أو كيف شو وضع الجمعيات الجمعيات هون بتحاول كل ما فيها بكل وسعها بكل قدراتها إنها تشتغل في هذا الإطار تتقدم في هذا الإطار لكن التقدم مع الظروف المحيطة فينا اقتصاديا وسياسيا شوي عم بتبطئ من العملية دور جمعية بلد كان إنها تحدث شراكات خارجية يعني مع الشارقة مع السعودية حاليا مع قبرص مع كل هاي تشبيك بالزبط مع قطر عشان نقدر إحنا نتبادل الخبرات كان في دورة تدريبية خاضها مدرب من قطر 250 ساعة تدريبية هي بتضيف قاعد للمعلمات والمشرفات في هذا الجانب الشيء الكثير نطمح في المرحلة القادمة إننا كمان نخرج مربيات إلى الخارج اللي يرجعوا ويشتغلوا على فريق وطني في الداخل يدربوا جميع الموجودين في جميع الجمعيات عمليا كمان إحنا متبنين تسعة جمعيات التسعة جمعيات هاي إننا نشتغل على ثلاث شغلات أولا طفل التوحد يحتاج إلى فهم مساحاته البيئية ما هو الممنوع وما هو المسموح محتاج إنه يتواصل مع المجتمع فالتالي إحنا بنعمل على تهيئة المكان عن طريق تسعة جمعيات عم نزودها بغرف حسية حتى المدخلات الحسية لهدول الأطفال تختلف عن مدخلاتنا نحاول نزبط البيئة عشان يوصلوا للشيء المطلوب تكون مناسبة هم بعانوا كتير من مسألة إننا نخرج ونلعب لأنهم هم ما بيدركوا الخطر المجتمع مش قاعد بتقبلهم بسهولة إن شاء الله لقدام مع التوعية وبدور التلفزيون في فلسطين والجهات المعنية إننا نقدر نوصل هاي الفكرة هلأ في حدائق هم بيقدروا يلعبوا فيها في داخل جمعياتهم مع أطفال آخرين بالضبط يعني المهمة كمان لأنه عندهم دفاعية عالية زي ما قرأت عن الموضوع يعني ما بيدرك إنه هالموضوع رأي عليه هو أو ممارسة هاي خطرة بالضبط هو حتى ما بيدرك إن أنا لازم ألعب مع زميلي إله الدور إله الدور ما بيدرك إذا أنت ناديته إنه عم بيناديني لازم أنتبهله أني مش زي الطفل العادي ما تروح هاي اللعبة ما بيروح لا هو شوي عنده صعوبة بهاي الشغلات بس إذا إحنا دخلنا إلها شوي شوي اشتغلنا على تعديل السلوك أكيد إننا إحنا منساعد هذا الطفل إنه يكون إنسان منتج وخصوصا إنه في كتير ناس عالمية عينشتاين في بيل جيت أنا مهم عندي أن نتركض على قضية اليوم اللي هي العيلة يعني العيلة وإنه ما يخذ الموضوع أنه والله تأخر في شيء معين أو ما إلى ذلك حتى أنه يكون تدخل الناس اللي عمليا هم على دراية بهذا الموضوع بفهمه هذا الموضوع في الوقت المناسب أنه ما يكون فيه وقت متأخر وبالتالي الإمكانية التعديل في السلوك إمكانية أنه صير فيه تقويم إيجابي في هذا الجانب تكون متأخرة كثير فإيش ممكن نحكي للعائلات في أي مرحلة أنت أشرت إلى موضوع قبل ثلاث سنوات لكن إذا فيه مرحلة محددة بالضبط ممكن أنه يعني العائلة تنتبه لها تنتبه لها وبعض السلوكيات كمان خليني أقرب على الأم من السنوات أنا بقدر أقول للأم رسالة بالوقت اللي أنت بتشعري أنه طفلك بلش يناغيك ويدرك التواصل معك لازم تركز كثير على قضية التواصل لازم تركز كثير في عملية نمو الطبيعي لطفلك ضمن المراحل الطبيعية إذا حدث ولاحظت أي تأخير بأي مرحلة من المراحل ما تتردد أنك تستشيري أطباء أو تستشيري جمعيات أو متخصصين وينسون من العيب العيب الناس بالذات بصمة الاجتماعية ويعني يحاول تكتم على أنه عنده ولد يعاني من بعض الجوانب السلوكية في هذا الجمع ويخسره عمليا لكن في مرحلة متقدمة إذا ما أعولج بطريقة صح وإنسان منتج وإنسان فاعل ولو بصمة في المجتمع اسمح لي كمان أنه نركز أكتر يريد كل حدا من هدول الأهل عنده طفل توحد أنه يحاول الاتصال بالجمعيات أو بجمعيات بلد لتثبيت أنه هذا الطفل فعلا أنا عندي واحد اثنين ثلاثة مشاكل معه لأنه ممكن إحنا نساعده بالتأقلم لأنه أنا مقدرة جدا الضغط النفسي اللي يتعرضون فممكن إحنا بالتعاون بيننا وبينهم أنه نقدر ننجز في هذا الجانب ليس عيبا أنه يكون موجود بيننا طفل توحد إطلاقا وإنما ممكن يوما ما طفل التوحد هذا أنه يكون قوة خارقة لفلسطين كلها أنا بشجع جميع الأهل ابدوا صح تابعوا صح خلونا نبدأ في مرحلة التدخل المبكر ونتابعها بشكل صحيح ليس عيبا إطلاقا وجود طفل توحد أبدا اللي العلماء الكبار هم من متلازمة سبيرغر فكل شخص من أشخاص من أطفال توحد أو الشخص المصاب بالتوحد لديه ميزة الأهل اللي حالهم ما رح يقدروا يحددوها بدون مساعدة من الجمعيات بترجى جميع الأهل من خلال تلفزيون فلسطين إنهم يركزوا على التدخل المبكر واللجوء والاعتراف بالطفل شكرا نجزيلا لك يام العبدو مديرة البرامج والمشاريع في جمعية بلد للتنمية والصباح الخير يسعد صباح شكرا جزيلا لا فاصل قصير ومحطة أخرى من فلسطين هذا الصباح اشتركوا في القناة 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 جودة جميل سيصان وهو من ضمن أفضل خمسين معلم في العالم وايضا للمعلمة فداء زعتر هي أيضا من ضمن أفضل خمسين معلم في العالم هذا الصباح نرحب بسيد جودة سيصان صباح الخير صباح النور لك ومفخر لجميع مشاهدي تلفزيون فلسطين سمحلي أبدأ مع الأستاذ جودة من بعد إذنك وهذا الوسام الذي قلتكم يا سيد الرئيس محمود عباس كيف تعقب على هذا الموضوع اهتمام أيضا القيادة بإنجازكم ووصولكم إلى هذه المرحلة المتقدمة في العالم والله أخي خميس هو هذا لم يكن التكريم الأول بالنسبة إنا كرمنا في البداية من طلابنا ومن أسرتنا المدرسية ومن ثم من كافة الشخصيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ولكن أن يأتي هذا التكريم من كمة الهرم السياسي في هذا البلد فهذا اندل على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام والاعتراف والتقدير لما حققنا من إنجازات ليس على مستوى فلسطين فحسب بل على مستوى العالم أجمع فهي لا شك لفتة جميلة تستحق كل الشكر وكل التقدير وأنت سيدة فداء كيف تعقبين على تقليدكم هذا الوسام من سيد الرئيس محمود عباس عفوا يا بتو الصوت مش واضح؟ ممكن تعيدي السؤال؟ كنت كنت سألت على كيف تعقبين على موضوع تقليدكم ووسام رتبة فارس من الرئيس محمود عباس؟ طبعا أنا اللي قدرت إن أفهم من سؤالك إنه مع إنه صوت مش واضح بس إنه عم تسألني أنت عن الوسام والرتبة فارس اللي أنا تقلطته أنا بشكر سيادة الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة الكريمة وعلى تقديره للعلم والمعلمين أشكر على هذا الاعتراف بهذا الإنجاز الذي حققنا أنا والزملائي فنحن لم نحقق فقط أننا كنا من أفضل خمسين معلم على مستوى العالم بل أننا ساهمنا أن تكون فلسطين من ضمن الترتيب الثالث على مستوى العالم أمريكا حصلت على المرتبة الأولى حققت ثمانة مراكز الهند حصلت على المرتبة الثانية وحققت أربعة مراكز فلسطين حققت ثلاثة مراكز مزامنة مع بريطانيا واليابان فنحن بهذا الإنجاز أنا وزملائي أستاذ جودات والمعلمة الفاضلة استحنان الحروب استطعنا أن نحصل ثلاثة مراكز مما جعل فلسطين هي في الترتيب الثالث عالميا وهذا إنجاز أنا أفتخر به عندما كرمنا سيد الرئيس هذا اعتراف من الشخص والأب الحاني للشعب الفلسطيني بهذا الإنجاز وأنا أفتخر به سيد جودة عمليا أن تكون فلسطين في المركز الثالث كما أشارت المعلمة في داء زعتر بمصاف الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم تأتي بعد الولايات المتحدة والهند وعمليا تكون بنفس المستوى مع بريطانيا ودول أخرى هذا مسؤولية كبيرة على عتق التربية والتعليم بشكل عام وعلى عتقكم أنتم شخصيا من حصلتم على هذه المراكز سؤال المطروح الآن ماذا بعد هذه التصغيات؟ ماذا بعد حصولكم على هذه المراكز؟ نعم ماذا بعد حقيقة تحتاج إلى ثلاث نقاط أساسية أولا نحن بحمد الله عملنا وأنجزنا في ظل ظروف صعبة جدا هذه الظروف لم تنل من عزيمتنا ومن إرادتنا وحققنا ذلك رغم ضعف الإمكانيات لكن بما أننا قد حققنا وأنجزنا وعلى مستوى العالم فهذا يستلزم ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون هناك إطار يجمع كل هؤلاء المبدعين في مختلف المجالات وأن يكون هذا الإطار له برنامج محدد وله آليات محددة حتى يتم الاستفادة من هذه التجارب ومن هذه الخبرات والمراكمة عليها والإنجاز فيما بعد والتطور نريد أن لا يكون تكريم السيد الرئيس هو خاتمة لهذا المشهد وإنما يكون نقطة بداية حقيقية نحو وضع هذه التجارب وهذه الخبرات موضع التنفيذ والتعميم لكافة مدارسنا وطلابنا ومعلمينا ومعلماتنا هذا أولاً ثانياً إذا كنا قد حققنا ذلك بالرغم من كل هذه الإمكانيات فبإمكانك أخي خميس أن تتصور كيف لو كان هناك دعم أكبر ورعاية أفضل إلى أين ممكن أن نصل لقد وصلنا إلى أفضل معلم على مستوى العالم بالرغم من ضعف الإمكانيات كيف لو كان هناك إمكانيات وكان هناك دعم ورعاية لهذا المعلم الفلسطيني لذلك أنا أود أن أدعو عبر فضائيتكم الكريمة وأن أوجه نداء إلى كل الحريصين على مسيرة التربية والتعليم وعلى مستقبل أبنائنا إلى ضرورة إنصاف ودعم المعلم الفلسطيني ليرتقي ويحلق بفلسطين عالياً وفي كافة المجالات فأي نهضة في العالم لأي دولة لا يمكن أن تتم إلا بداية من التربية والتعليم ودعني أختم أخي خميس بأننا في مرحلة التحرير الوطني وتحرير الأرض والإنسان وبناء دولته المستقلة وعاصمتها الكدس يحتاج إلى معلم قوي يتفرغ للعلم والإبداع ولبناء هذا المجتمع الذي سيكون لبناء الأساسية في بناء هذه الدولة إن شاء الله نعود مرة أخرى للمعلمة فداء زعتر ضيفتنا من نابلس ولو تذكرين وسادة المشاهدين سيدة فداء بما شاركت به من موضوع يعني وصلت من خلاله إلى أن تكوني من أفضل خمسين معلم على مستوى العالم طبعا أنا استخدمت عدة استراتيجيات لتغلب على مشاكل وتحديات واجهتني في المدرسة استخدمت استراتيجيات متنوعة تعمل على غرس القيم الإيجابية تحبيب الطالب في المدرسة جعله يقبل على المدرسة ويعتبره هي بيته الثاني تبعت استراتيجيات التعلم باللعب، التعلم بالترفيه، التعلم بالموسيقى أيضا استخدمت نظام الصف المشت وهو تقسيم الطلاب إلى مجموعات متجانسة بحيث أن تراعي مستوى الفروق الفردية كل هذه الأمور عملت على إثارة الدافعية لدى الطلاب أحببتهم بالمدرسة غرست في نفسهم القيم الإيجابية بحيث بدأوا حريصين على تلقي العلم حريصين على الحضور إلى المدرسة قلت نسبة الغياب، ارتفاع مستوى التحصيل العلمي كل هذه الأمور ساهمت في رفع مستوى التعليم أيضا دعني أقول لك هناك هذه التحديات تواجه جميع المعلمين من ضمنها قلة الموارد، الإمكانات المادية، الاحتلال هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا فهنا يبدأ تحدي المعلم في مواجهة هذه الأمور كيف يستطيع أن يتحدى هذه الأمور كيف يستطيع أن يحلها برغم من قلة الإمكانيات وشح الموارد إلى أننا استطعنا أن نثبت بجدارة أننا من أفضل المعلمين على مستوى العالم مقارنة بالمعلمين العالميين فهذه الأمور جميعها ساهمت في إنجازي والحمد لله رب العالمين حصولي على مرتبة متقدمة من ضمن أفضل خمسين معلم على مستوى العالم إن شاء الله سريعا لو نمر على تجربتك سيد جميل أو جودة عفوا تجربتي هي كانت متعددة المحاور أولا أنا أدرس التاريخ والقضايا المعاصرة للمرحلة الثانوية وبالذات التوجيهي وأيضا مشرف للنشاط المدرسي في موضوع التعليم طلبتي بفضل الله يعني خاصة في الثانوية العامة لا يرسب منهم أحد ومتوسط تحصيلهم هو 90% هذا في مجال التعليم في مجال التربية في مجال العلوم الاجتماعية على سبيل المثال نحن لا ندرس بالطريقة التقليدية لا ندرس على سبيل المثال قيم عبارة عن اختبارات ومعلومات وتصحيح امتحانات بل يطلب منهم تطبيق ذلك على الأرض وفي المجتمع فعلى سبيل المثال قيمة التضامن تجسد بأيام عمل في دور المسنين وفي دور ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء عليه يقيم الطالب وأما الجانب الثالث فهو الاهتمام بمواهب الطلبة وفي مجال المسرح الغناء الدبك الشعبي التحقيق الصحفي فنحن بفضل الله حققنا أنا وطلبتي خمسة وعشرين جائزة حصلنا عليها على مستوى فلسطين طيلت فترة عملي من أشهرها مسابقة التحقيق الصحفي أخذوا الأولى على مستوى وزارة التربية والتعليم ومسابقة الدبك الشعبية وحصلوا فيها أيضا على المركز الأول على مستوى فلسطين هذا بالإضافة لاكتشافي للميول المهنية لدى الطلبة ومساعدتهم على تحديد تخصصاتهم الجامعية وهذا انعكس على تحصيلهم العلمي فكانوا في التوجيه بعضهم حصل على المركز الأول وحصل على بعثات إلى جامعات فلسطينية وأجنبية وتفوق في تخصصهم بناء على خبرتك في مجال التربية والتعليم وبناء على هذه النتائج والموطيات التي تفضلت وذكرتها ما هي رسالتك للمعلمين اللي بلتحقوا عمليا بأسرة التربية والتعليم منذ فترات قليلة من سنوات يعني العمل في مجال التربية والتعليم هو عمل رائع لأن التربية والتعليم هي كما قلت سابقا هي الأساس لبناء أي دولة ونهضة أي مجتمع ولكن بما أننا في مرحلة التحرور وطني فهذا يلقي على أكتافنا مسؤوليات مضاعفة ومن هنا أجدد التأكيد والدعوة لكل المسؤولين لكل المسؤولين لضرورة إنصاف هذا المعلم لتمكينه من القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية ولينجز بشكل أكبر وليزداد عطاءه وينعكس ذلك على مجتمعنا وعلى دولتنا ويكون لنا إن شاء الله الغيادة في العالم المعلم المتوج ضمن أفضل خمسين معلم في العالم جودة جميل سيصان شكرا جزيلا لك مبروك مرة أخرى سعيد صباحك وتشرفنا بلقاءك وشكر موصول أيضا للمعلماء فداء زعتر المتوج أيضا من ضمن أفضل خمسين معلم على مستوى العالم شكرا جزيلا سيد فداء صباح الخير ومبروك مرة أخرى وتشرفنا بالحديث إليك هذا الصباح الله يبارك فيك يا ربا صباح الخير شكرا جزيلا إلى المعطة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح مشاهدين ولكن بعد فاصل قصير شكرا جزيلا للمعطة الأخيرة من فلسطين شكرا جزيلا للمعطة الأخيرة من فلسطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا مش كلهم الداخل معظمهم هو المعرض كان يعني اقامه بيت مريع بمناسبة ذكرى يوم الارض بثلاثين اذار هي ذكرى عزيزة ويوم مهم في الثقافة والهوية الفلسطينية احنا منعرف انه يوم الارض انطلق بثلاثين اذار عام ست وسبعين من الداخل الفلسطيني احتجاج الفلسطينيين على مصادرة الاراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال واستشهد العديد من فلسطينيين في ذلك اليوم واستمر احياء هذا اليوم وما زالت مظاهر يوم الارض لانه مازال مستمر لمظاهر الاحتلال ومظاهر مصادرة الاراضي كان التركيز على اختيار الفلسطينيين من الداخل من الفلسطيني المحتل عام 48 تكريما واكراما لشعبنا وشق من القلب في الداخل الفلسطيني بالاضافة كان من الداخل عندنا الفلسطينيين فؤاد غبارية وكريم ابو شقرة واحمد كنعان واسمى سعيد والفنانتين راني عقل وبثين ابو ملحم بالاضافة للفنان عاهد زحمان من القدس والفنان نتاشا المعاني المقيمة بين الارضن وفلسطين ما الذي يقدم من لوحات وتحدث ان وهمية الفعاليات تأتي في اطار فعاليات خاصة بالذكرى الاربعين يوم الارضي يعني لما تم توجيه الدعوة للفنانين بالمشاركة كان قمت تحضير قبل بشهر ونوص للمعرض من افتتاح المعرض كان طلب منهم انه تجهيز اعمال او ارسال اعمال تناقش موضوع الارض بصريا سواء الارض محليا الارض الفلسطينية والارض كونيا ما ذات عن الارض الانسان سواء فلسطيني او اينما كان واينما وجد موضوع الارض هي ببساطة موضوع سؤال وقلق وجودي ليس فقط للفلسطيني بتزيد حدة الموضوع لما بيكون للفلسطيني لانها هي سبب صراع وهي ايضا غاية في ذات الوقت الاعمال مثل ما بنشوف هي بتناقش مضامين مختلفة مضامين مختلفة ولكن كلها بتدور في فلك الارض وترجمة الارض بصريا مثل هذا العمل اللي شفناه من شوي للفنان انتاشر معاني اسمه مريم بيحكي عن المرأة الاستعارة المرأة الوطن المرأة الارض كمان كتير الفنانين الفلسطينيين يعني استعاروا المرأة الفلسطينيين للتعبير عن الحاضنة هذا الوطن الذي يحضر تناولوا فيه اكثر ويخرج المناضلين والطوار والاجيال الى اخره هذا العمل اسمه خفافيش على لوزتنا للفنان اسامة سعيد هو بالألوان الاكريليك والزفتي الضغير استخدم الفنان هون الزفتي وجفت الزيتون للتعبير عن ثقل الصراع على الارض اعمال تناولت يعني وجهات بصرية مختلفة لموضوعة الارض هذا نص هذا نص اعمال اخرى المعرض دكتور نصر جوابري قدم للمعرض بمقدمة في كتاب المعرض وهو باحث في الفن الفلسطيني وفنان تشكيلي ومحاضر في جامعة بولي تيكنيك فلسطين طيب اهمية مشاركة الفنانين من الداخل برأيكم كيف انعكست على المعرض وعلى اللوحات وما تقدم المضامين يعني بصراحة أنا يعني يعني هو ليس مستغرب منهم فنانين داخل نشطين جدا في الفعاليات الثقافية ترى هم في كل معرض وفي كل فعاليات ويوم الارض ايشي كمان ويوم الارض هو مهم بالنسبة يعني هني بقطعوا المسافات لكل افتتاح معرض كان في احتفاء كان حتى كمان الفنان الرائد والقدير عبد عابدي موجود في المعرض لأنه تم تكريمه ثاني يوم ضمن فعاليات لوزارة الثقافية فكمان اجع على معرض ادار يأتي كان في يعني بيت مريم بحاول انه من خلال المناسبة يعني من خلال بعض معارضه يكون جزء من الهم الفلسطيني من وعي الشارع والجمهور الفلسطيني انه كمان تناول هيك مناسبات ايضا عجبات ثقافية ليس فقط المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات الميدانية اشكال اشكال مختلفة واللي هي ضرورية طبعا ولكن يعني مثل هيك احداث ومثل هيك مواضيع الارض قضايا جوهرية وحساسة يجب تناولها على عدة جبهات واهمها برأي الجبهات ثقافية كيف تفعل الناس مع هيك المعارضة الحمد لله كانت ردود فعل طيبة يعني كان فيه اهتمام بالمعرض رواد منيح عدد منيح كان فيه حضور اهتمام اعلامي ايضا جيد يعني والفن ذائقة والفن والذائقة تختلف من شخص الى اخر يعني انت صعب انك ترضي كل ادواق المتذوقي الفن والمهتمين فيه ولكن بشكل عام نحاول نقدم افضل ما لدى الفنان الفلسطيني في المعارض ايش ابرز النشاطات في الفترة الاخيرة لبيت مريم وممكن نشوف من فعاليات خاصة ممكن يعني استبارية لفعاليات يوم الارض وانشطة يوم الارض وكمان احنا عملينا بشهر نيسان الشهر الاسير الفلسطيني عملينا فيه شيء بهذا الحصول مفكرين بشيء معين هو سلاح بيت مريم يحاول ان يقوم بنشطات متخصصة بالفن البصري مع بعض الندوات المحيطة بالموضوع المتعلقة بالموضوع يعني احنا فيه كمان موجود بت المتحف محمود درويش وغير المؤسسات التي تقيم الأمسيات الشعرية وغيره كمان امكانيات بيت مريم لا تصمح له بتعدد النشاطات بشكل مكثف بشكل مكثف نفكر احنا بفعاليات غير المعارض تكون بأقل التكاليف الممكنة كمان احنا لازم نذكر انه بيت مريم عمره فقط اربع شهور او خمس شهور هذا رابع معرض خلال خمس شهور انجاز كبير يعني بتوقع انه شوي انه لازم ياخد نفس هيك يشوف اش ممكن هي اول سنة كمان بتشوف انه واحد مثل الطفل بيتحسس خطواته في المسير ولكن انه ضروري من وقت لو عايات يكون في مناسبات مثل هيك انه يهتم فيها بتهتم فيها بصريا كالجالري للفن التشكيلي كمان حتى تخلقوا هالحالة من التواصل مع المجتمع والجمهور اللي بتابع كل هذه القضايا على كل حال شكرا جزيلا دكتورة مليحة مسلماني مديرة كالاري بيت مريم منكم التوفيق وانتوا حديثين العاد بهذا المجال شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لإهتمامكم صباح الفاتح صباح الفاتح بهذا مشاهدين وصلنا إلى قتال فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم نشكر لكم طيبا المتابعة وان شاء الله لقائة جدد صباح الغد بمحطات ومواضيع مختلفة من ثلاثين هذا الصباح دمتم بخير وانهاركو بحيج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة